السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعين القناة الكرام اليوم إن شاء الله نبدأ نتكلم على هيكل البيانات تكلمنا طبعا كثيرا على بعض نواع من الخوارزميات أيضا نكمل ممكن بعض الخوارزميات الأخرى لكن اليوم نبدأ نتكلم عن هيكل البيانات هيكل البيانات أيضا موضوع مهم جدا فقط يفرق عن الخوارزميات إنك تحتاج أن تفهم البرمجة الكائنية حتى تقدر تعمل هيكل البيانات هيكل البيانات هي تمثيل انا شرحته البداية إن إذا قلت يفهم ما هي هيكل البيانات إرجاء لأول دراس المثال والثاني دراس الكورس شرحت بها هيكل البيانات بشكل مفصل يبدأ طريقي الترتيب البيانات بالذاكرة بشكل كيفو فهذه الطريقة يمكن يعرف هيكل البيانات أول ما نبدأ نتكلم عن هيكل elephone TiB الأهم هيكل البيانات الموجودة والمعروفة في أنت اللي يج nuoها بالكمبرمجة أنا أتكلم بالاء بلغة Java أيضا هيكل البيانات المهمة بالبداية تبدي بها أول ما تبدي نجب أن تفهم الديناميك أرائي ما هي الديناميك أرائي ؟ لديك الستاتيك أرائي والديناميك أرائي وفي الستاتيك أرائي overthinking لديك أجد أي لغة برمجية يعني مايحتاج انتهاء عملت أو شيء من برمجي أعمله أو مكتبة عمله الليه العراقي العادية المشكلة العرايع العادية ما هو وأول شيء ماكو عمليات عليها changer أنا ما تقدر مثلاً نضيف بيانات و تحتوم بيانات بي عن طريق دوال أيضًا المشكلة الأخرى أنك لا تقدر حجب قلعة عرفتها مثلاً مثلاً catered ليس يمكن الاستعمال بعدين تبقى 4 أولاً المر بيانات تهاية تحدث البيانات displead دالت الاد، الدخل بيانات تحت بيانات من طريق الاد و الريموف الاخر فهذه هي الديناميك أرراي يعني الـ ArrayList والList هي تطبيق من تطبيقات الديناميك أرراي هذا ما موجود لازم تتعمل كيف نعملها احنا؟ المصفوفات احنا ما عدنا للمصفوفات كآدات نستعمل احنا بالبرمجة احنا عدنا المصفوفات الـ List والديناميك أرراي احنا وحن عملها فكما قلنا الـ Static أرراي الثابتة اللي ما قد ما نقدر نغير حجمة يعني مثلا عندك هذه الأرأي المؤشر عليها بها قيمة طولة واحد مثلا واضحة الفكرة؟ أنا أريد أن أضيف لبيانات الجديدة أشياء أحامل ما أقدر أزيد طول حجم المصفوفة بعد ما أعرفتها ما أقدر أزيد حجمها فإشلو الحل؟ الحل أنك تعمل مصفوفة جديدة حجمها ممكن يكون حجم هاي المصفوفة زايد واحد يعني مثلا هاي حجمها واحد مثلا هذه تعمل اثنين إذا حجم صفر تعمل واحد في الزايد واحد زايد واحد واضيف بهالبيانات الجديدة الزيف البيانات القديمة اللي كانت باية مثلا بيها شقد هاي المصفوفة العادية اللي قدنا مثلا بيها اثنين على سبيل المثال بيها اثنين أجد أعمل مصفوفة حجمها أكبر من نب واحد هنا مثلا وارجع أنسخ بيها هاي البيانات اللي هنا سبرمجينا عملة كل filmmakers فقط كنا هنا وارجعي أضيف العدد الاخر مثلا انضفته عدد اخر مثلا واحد مثلا اضفته ثلاثة على سبيل المثال او اضفته مثلا خمسة ارجع اضيفه هنا واضح الفكرة هذه الطريقة شوف اشي اعمل بعد تركز ما ايش خل نعمل فقط لانها اعملها برمجيا حاليا اشي اعملنا اول مرة اعملنا مصفوفة جديدة او مرة نتأكد اذا كان حجم البيانات الحجم اللي انضيفه اكبر من طول المصفوفة يعني مثلا المصفوفة عرفناها طولة واحد اذا كان تسع مثلا عدد واحد فما يحتاج نعمل مصفوفة جديدة فقط نظيفه صفر واحد يعني بينما اذا كان اكبر متنظفنانه بثلاثة اوه فما احنا قد ننكبغ المصفوفة اذا كان اكبر من حجم الشيء اللي ننظيفه فاذا نعمل مصفوفة جديدة حجم طول المصفوفة زايد واحد وبعدين اشنا ما كما قلنا ننسخ العناصر اللي بالمصفوفة نضعها بيا وبعدين نضع العنصر الاخير بالاخر شيء واضح وبعدين ننقل المؤشر المؤشر السهون علي ننقله الى هنا اش معنات اذا نقلناه هنا قنات انه هذه غاف عليها المؤشر فاذا بجابا بها ال garbage collection فاذا هاي تنحذف من الذاكرة واضح الفكرة فبهذا الطريقة يتم العمل تنحذف اي شيء موجود بالذاكرة ينحذف هنا ينشينا المؤشر معنا هاي احنا برمجة هاي الطريقة له للطريقة الثانية ايضا والافضلية وننتمكن نفس الشيء بالضبط ايضا تعمل مصفوفة جديدة كلها نفسها بالضبط ما تفرق اي شيء يعني لكن الفرق وننتمكن كما اضيف فقط واحد يعني حجمة زايدة فقط واحد وكلما اضيف عدد زايدة واحد اضيف عدد اللاخ زايدة واحد وهكذا لا كلما تضيف عدد معين تعمل حجمة في اثنين ضعف حجمائي المصفوفة وضيف العدد واضح حتى بعدين من نضيف عدد اللاخ ما يحتاج انكبغة مرتلخ الجيس اضيف عدد اللاخ مثلا ما يحتاج ارجاع اعمل مصفوف تلخ وضعف حجمة وتعب الذاكرة مالي قبل اضيف لما امرتلخ تنتلي هذه يلا ارجع اعمل مصفوفة جديدة حجمة مضاعف مرة اخرى وهكذا اتمنى الفكرة تكون واضحة حاليا فقط انبرمج بسرعة الامر جدا سهل اعتقد يعني فقط ركز معي وانتبه فنجي اول مرة البيانات اللي بالمصفوفة نعرف مصفوفة قدنا انتجر نسميها data اللي بيها البيانات يعني مصفوفة طبعا ايه نوع انتجر نساوي new انتجر حجمة اش قد نعمل حجمة واحد هنا واضح حتى يسع بيها واحد فقط نعمل ايضا انتجر size طول المصفوفة يبدي بالصفر انه ما بيه طول حاليا فارغة حاليا ادنا اشنو الاهم شي عدنا الاد نضيف عناصر جديدة اشياء مثل ما امناه حاليا هنا احنضيف قلنا اول مرة نتأكد من حجمة فاشوف اول مرة نعمل الاد الاد مايرجعنا ايشي فنقول لفويد نسميها اد المستخدم احضيف انتجر انصر فنسمينه item ايشي احضيف المستخدم هنا فون اول شي لازم نتأكد انه هاي المصفوفة حاليا ال size اكبر من قد حجمة اكبر من حجمة لا يعني يكفي بيها مجال بعد فنعمل هنا الفويد نعمل المصفوفة جديدة نسميها resize حتى نشوف الحجم اذا اذا القيمة اكبر من حجم المصفوف وماذا المجال مصفوف انتلت يعني ماذا المجال بها القيمة مثلا واحد فقط اكثر بها صاغ ماذا المجال بالمصفوف ايضا نضاعف قيمتها او نزيده واحد فااذا هنا resize ايضا void ما يرجعنا شي عشنا ما نتأكد نقول ايف اذا كان size اذا كان اقل من حجم المصفوفه data.length المصفوف حجمه كله اذا كان اقل فااذا ايش معناته ان ما يحتاج ما يحتاج نضاعفه انه اقل اصلا فااذا يعني اكو مجال بيها ما كملت ما انتلت return فقط يعني اترجعنا كالشي فقط اعمل return اذا كان اقل ليش يعني اكو مجال بيها يعني فااذا كان اقل فاقد رجع لان بيها مجال فما يحتاج اضيف بينما اذا كان ما اقل يعني اذا كان اكبر صاح حجمه فاذا ايش نعمل نعمل مصفوفه جديد اول مرة فنقل الانتجر نسميه مثلا bigger مصفوفه اكبر يعني مصفوفه ايضا ساوي new هنتجر اشقط طول اقلنا اما نعمل مضاعفه fifteen او ان زايده واحد فا بكل احوال اما السهل فقط عنقله عنقله data dot لان تقول المصفوفه ازايدة واحد لكن كما قلنا الافضل cen نتقل اضربه في اثنين حتى يكون مضاعف حجمه فعملنا المصوفه حاليا قلنا الخطوة الخطوة الثانية شنية والخطوة نعمل مصفوفة اكبر منا ضعفة يعني الخطوة الثانية ننسخ العناصر اللي كانت بداية اي شي قديم منك وعناصر ممكن يعني نضفنا اد 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 مئة مرة ممكن نضيف اد فالاي عنصر قديم اضيفه بالبيجر اول مرة باشنا ما لازم مع الفور طبعه ممكن نستخدم دالة لي اكوبي لكن الافضل احنا نشتغل بيه كخوارزميات انه ما ما نعمل اي ما نستخدم اي دوال يعني غالبا كاشقض منطق يعني فقلوا انتجر اي تساوي صفر اي اقل من ال من داتا دوت لينت من طول المصفوفة اي زايد زايد فاذا حاليا ننقل اللي بداتا فنقلوا البيجر اف اي اش تساوي تساوي داتا اف اي بعد حال فكرة انه الاي تبدي من الصفر الى طول المصفوفة داتا فاول مرة البيجر اف اي اللي الصفر يعني اول اول انديكس ما له خلي بينه الداتا اف اي اش معاكم داتا خليه بينه وبعدين صفر واحد اثنين الى نهاية الداتا فكل البيانات اللي بداتا هيتحولون هنا بعدين قلنا ايش نعمل ايضا قلنا نضيف البيانات ضفناها حاليا بعدين ايضا المؤشر نشيله من هون نشيله هنا خلينه على البيجر على الاكبر فكيف نعمل لهذه بعد ما خلصنا الفور فقط نقل له تساوي البيجر هي كلها البيجر اصبحت بالداتا واضح اي شي كانت ساوي البيجر صعب البيجر تساوي اي شي بالبيجر فالداتا صاد كانوا هي البيجر نفسه صادت الاكبر حتى واحد منهم تلغي بالذاكرة فانتال امر حاليا هنا هي الريسايز فحاليا ما نيجي نضيفه ايش نعمل نضيف الايتم قبل ما نضيف الايتم نتأكد بالريسايز فانا نستطيع ريسايز اذا كان حجمه اكبر اذا كان حجم ما يكفي ماكو مجال يعني نعمل هاي العمليات كله من اول مرة نعمل مصفوف ومضاعفة بعدين ناخذ قيم بالداتا ونخليها بيها بعدين نحول الى الداتا المؤشر بعدها بعد ما عملنا الريسايز فقط نضيفه الايتم فنقله data كما قلنا الداتا بعد خليناها بالبيجر هنا فاذا data عادي هي نصابية البيانات السابقة ونحننضيفها بيانات جديدة فنقله data.size زائد زائد ايش نساوي نساوي الايتم ايش معناتها هذي طب ممكن تقوله هاكد ممكن تقوله هذي الطريقة بعدين نزيد الريسايز plus plus في ايش يعني حتى اضيف لها حط لها بالايتم هنا اضيف له الايتم الجديد المستخدم دخله المستخدم راح يدخله بالاد هنا بعدين زائدة المؤشر وادينه على المكان الثاني حتى ممكن نضيف لها بعد يعني واضح الفكرة هنا طبعا نفس الطريقة فهذا الطريقة هذي الاد اعتقد الامر سهل وواضح حاليا ممكن نضيف الget ايضا فالget هتجيب لنا الانتجر ترجع لنا الانتجر فنقل له get حسب الانديكس المستخدم راح يدخل الانديكس ونرجع البيانات اللي بينو والمستخدم يدخل الانتجر الانديكس رجع لنا الانديكس الانديكس يدخلو المستخدم راح يدخلو المستخدم راح يدخل الانديكس وغلا نرجع ايضا الانديكس نوع من نقل له get مثلا get size حتى نعف حجم مصبوبة. طبعاً هذا انتجر. اشقد ما كان رجع. واضحة الفكرة. حالياً انتهى الامر قدنا وعدنا الهن. طبعاً لا يمكننا اعمله بريفات. برمجة الكائنية اللي نظري ما نستخدمه بالخارج احنا. عادة ان يكونون بريفات. لا احنا نستخدمه بالخارج. الگت نستخدمه بالخارج. الگت احنا نستخدمه بالخارج. بكون نستدقيه بأي مكانين كمكتبة. بينما الگت ايضاً ما نحتاجه. فقط قوله بريفات. ليش ما نحتاجه؟ نستخدمناه هنا احنا استدقيناها بالاد. ثم نحتاجه خارج. نعمل مصبوبة نعمل كلاس اخر اللي هو دالة المين نضع بينه يعني. سومينه تيست مثلا. نضع بينه دالة المين. public static point. main. المين طبعاً يلي ينطلق منه العمل. فهنا تقبل string. مصبوبة من string. وكيد خليها ياسم. ما كتبه اي مثلاً ما كوي فرق. حالياً ايش نعمل. احنا نستخدم هذي. اعتبر هاي الaray list اللي عدنا ايه. فقط ان هون فقط انتجر. ممكن نعمل جينيريك ايضاً. ايضاً سهل جداً ممكن نعمله بعدين. لكن حالياً فقط ما غير دووخة ككثر بهذه الامور. فحالياً ادنا هاي dynamic array. نعمل منه كلاس. فنقله. نعمل كائن عفوا منه. dynamic array. نسمينه مثلاً نسمينه dynamic. او نسمينه list مثلاً. ينو وليس كان وليس عدنا. نساوي new dynamic array. بعدين نحن ندخل بيانات بينه. list dot add. وندخل مثلاً فحالياً ندخل عناصر نغيضة احنا في البيانات مثلاً. فاقل له stem.out.print. ورجع لي مثلاً list dot get الانتجر ماله 2 مثلاً. اللي ياشني. شوف 0128. من هنا get. استخدمنا ندخل الاندكس ورجع لنا البيانات. شوفنا ننفذ حالياً. شوف رجعنا الـ 8. رجع مثلاً 1. شوف رجعنا الخمسة. 0 1. وهكذا. ممكن رجعهم كلتهم مثلاً البيانات. عشان نقل له نقل له for for integer مثلاً i وساوي من 0 i أقل من ماذا؟ أقل من list لدينا dot get size اللي عملنا نحن طولة واضح get size اللي هو هذا احنا عملنا نحن رجع لنا size الموجود فإلى إلى هنا i زائد زائد حالياً نقل له طبعه قل له طبعه قل له طبعه لنا list of list dot get اللي عملنا احنا i يجيب لنا البيانات تكلم فهنا احنا عمل اللور تتمنى الفكرة واضحة حظ حالياً أصبح كان نعدنا array list أو list بسيط وإحنا عملنا هنا وإن الأمر يكون واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته